لا للعنف لا للتطرف لا للإرهاب لا آت الإصلاح الثلاث التي ظل وسيظل رافعا للوائها مع كل رفرفة للعلم الوطني بألوانه الثلاثة انطلق هذا الرفض القاطع والمطلق لثلاثية العنف والتطرف والإرهاب وما يندرج في سياقها من يقين مكين في حزب الإصلاح الذي يؤمن باستحالة تحقيق النهضة والاتصال الحضاري في ظل وجود معوقات الغلو والإقصاء والتخلف الهدامة ومن هذا المنطلق التزم الإصلاح الديمقراطية الشوروية والتعددية السياسية والتنوع الفكري الحواري كشرط أساسي للحضارة والنهضة معا فحرص الإصلاح بالغ الحرص على تدعيم استمرارية التجربة الديمقراطية في اليمن رائيا في وجودها النشأ على هامش ضئيل متاح فسيحا لنقلها من النظرية إلى التطبيق ومن الشكل إلى الجوهر ومن الشعار إلى الممارسة ومن الهامش إلى المتن فكانت مشاركات الإصلاح في جولات الاقتراع الانتخابي في دورات المنافسة البرلمانية والرئاسية والمحلية وكان وجوده في السلطة وفي المعارضة حرصا منه في الحفاظ على المتاح الديمقراطي وتجربته الناشئة وقد أحدقت بها محاولات الوئد المبكر لتكون شكلا أجوفا مفرغا من مضمونه وهنا تنزل الإصلاح عما هو له من استحقاق انتخابي في نتائج الصناديق لما تحتاجه العملية الديمقراطية من مقومات بقاء واستمرار وهي في مهد التشكيل والتعثر ونظل الإصلاح ويناظل في سبيل الحفاظ على النظام الجمهوري كمكتسب ثوري سبتمبري أكتوبري معتبرا وجود الدولة المؤسسية المدنية ضروريا كضرورة الماء للإنسان فبوجودها على الأسس الدستورية القويمة تتحقق شروط العدالة والتنمية والمساواة وتصان الحقوق والحريات وكرامة الفرد وسلامة المجتمع ورأى الإصلاح في وجود الدولة السيادية المستقلة بطابعها المدني وهويتها الدستورية الجمهورية ضمانا لحماية الوطن والشعب من مشاريع الارتداد الكهنوتي وتحصينا من مخاطر مخلفات الرجعية الاستبدادية الاستعمارية وجماعات الإرهاب المتربصة بالبلد جماعات الإرهاب التي حاز حزب الإصلاح الشرف أن يكون في نظرها عدوها الأوحد والألد